القوى السياسية سيدي الكريم هذه القوى السياسية يعدهم لغة واضحة نسمعها احنا دائما يقول لك احنا جزء من الناس اللي ضحوا ضد تنظيم داعش الارهابي جزء من الناس اللي حافظت على وحدة العراق كان ممكن في فترة تقليم كردستان والمشاريع اللي صارت سابقا ما البصرة ما قيلة من اقليم ومطالبات بالاقليم هالقوى تعتبر نفسها انها حققت انجاز خاصة فيما يتعلق في تنظيم داعش الارهابي وحتى في اخراج القوات الامريكية فيما بالفترة السابقة قبل ما يجي تنظيم داعش هذا القوى السياسية يعني انت السؤال هنا على اي شكل انت حتخليها الان في ظل هذه التغييرات اللي مطلوبة حتى ترضي الناس المتظاهرة حتى تتمينيهم ان تسوي التغيير جذري وان العملية السياسية ستسير وسيتم تصحيحها لان حقيقة بهذه اللغة القوى السياسية ما يبين بانها راضية باي تغييرات سهلة الحقيقة هي هذه الاشكالية الكبرى انا اشرت في بداية حديثي ان العراق بعد واحد تشرين اول غير العراق قبل واحد وتشرين اول يجب ان تتخلى هذه الكتل يعني تدرك قطورة المرحلة التاريخية التي يمر بها العراق وبالتالي اذا لم تتخلى عن مصالحها الشخصية ومصالحها الحزبية وان تترك هناك الحكومة قادرة على ايداع عملها بالتالي فانها سوف تواجه بردة فعل شعبية غاضبة ومن ثم يرتفع سقف المطالب الشعبية بهذا الاتجاب طيب انت برأيك شون نخليها تتنازل شون برأيك نخليها تتنازل هذه القوى السياسية يعني ما هي الطرق المطروحة الطرق المطروحة اولا اولا اذا كان السيد رئيس الوزراء جادا في عملية الاصلاح السياسي ان يستعيد الشرعية السلطة اليه من القوى السياسية وان لا يظل يجامل هذه القوى السياسية ينظر الى تلك القوى او تلك القوى من ارضائها كما اشرت يذهب الى مجلس النواب بالقوائم المختارة من الاسماء للدرجات الخاصة ويعرضها على سعد مجلس النواب اذا رفضوا وبالتالي سوف يواجهون ردة شعبية غاضبة في نفس الوقت ايضا التظاهرات لها حالة ايجابية تكون هي عامل ضغط على الطبقة السياسية بان تصحح مسارها اذا لم تصحح الطبقة السياسية مصارحة في عملية اصلاح حقيقي وجذري في النظام السياسي العراقي نحن قد ندخل في منزلقات خطيرة لا سامح الله